بعض الناس يقول يعني اذا قلت لي مخلوق عطني شيء فلاني شرك لا مخلوق وامامك في شيء استطيعه اه ليس بشرك هذه المصيبة انه ما يفرق بين هذا وهذا قال جل وعلا وتعاون على البر والتقوى الذي قال وتعاون على البر والتقوى قال اياك نعبد وياك نستعين وقال رسوله عبد محمد صلى الله عليه وسلم اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله طيب كيف هنا مرة يبيح التعاون وطلب العون وتعاون على البر والتقوى وهنا يأمر ان تكون استعانة بالله وحده هذا غير وهذا غير ان تطلب من عبد ان يعينك على امر يستطيعه وهو حاضر حي امامك لا بأس تقول اعني على حملي هذا الشيء فأنا ايدك ايدك معي معي يلا عاوني شلناه هذا ما في بأس لكن تسأل عبدا ميتا لا وتسأل حاجة لا يقدر عليه الا الله كما يفعل هؤلاء دعاة الاولياء عباد الاولياء يسأل مخلوقا ميت هو في قارة والمخلوق في قارة اخرى ويتوجه له ويدعوه يقول يا عبد القادر يا جلاني يا مصرف لك واي ادخلني الجنة ونجيني من النيراني كيف انت وين اين انت وين عبد القادر ميت وبعيد عنك ولا يسمع يقول لك باذن الله ولا صحيح الكلام باذن الله لكن من قال لك ان الله قد اذن لعبد ان يدعو عبد من دونه لم يأذن بذاك بل ماذا بل ماذا بل نهى عن ذلك قال لا تدعو مع الله الها اخر يأتي هذا يدعو إنسان من دون الله كيف قال باذن الله باذن الله لكن الله لم يأذن ان يعبد غيره وان يدعى غيره بل امر ان يدعى وحده سبحانه وتعالى ونهى ان يدعى غيره قال لا تدعو مع الله الان اخر وقال ربكم ادعوني ما قال دعو اوليائي قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعل ما رشدوا فلابد من التفريق بين هذا وهذا حتى نعرف التوحيد